موسيقى والله احنا اليوم احنا السلام عليكم طبعا وبرك الله بكم على هذه جيدكم احنا اليوم يا استاذ اجينا نطلع على حقوقنا نطلع على حقوقنا حقوقنا مسلوبة وما خلينا باب ما دقيناه والحقوق كلها يم رئيس الوزراء وصار بس مقابلها وقاعد والشياب ها تجي ونجي من البصرة ومن العمارة من الكوت من بغداد وهي حوالي 17 مظاهرين اطلع 17 من ثلوجة من النجف يعني شنو ليش يشي متأخرين عني يعني ليش يشي ما يطلونا مطالبنا احنا المتقاعدين المتقاعدين يا ما تعبوا يا ما ضحوا يا ما طو شهداء يعني ما عرف ليش هي شي صارش قد احنا يعني احنا اطالب بيها يعني الاربعمية الثلاثمية الاربعمية الخمسمية والله العظيم قاموا بتقاعدين يستولون شنها الظلم هذا يعني احنا وين نروح انت انظر للعاباك يا رئيس الوزراء انظر للعاباك يجون من بصرة كلها شي ببيضاء ومهاتك ذني يجن مناك من الكوت ومن العمارة ومن هذه النساء يطل عن مظاهرات وياي حقوقنا يعني ما يصيرها يعني حقوقنا وما تضطيها اننا يعني احنا من نروح انظر للعاباك انظر الى امهاتك يعني جسار احنا هي شي الحقيقة يعاود المتقاعدون العراقيون المظلومون مرة اخرى باحتجاجهم وتظاهرتهم للمرة السابعة عشر على التوالي خلال اقل من عار ولا من مجيب لقد وضع المسؤولون صبامات الاذان في اذانهم لم يسمعوا صرغات الاستغاثة التي يطلقها من خدم العراق بكل جهد وتفاني وبنى صرح العراق العظيم اليوم يعامل اليوم يعامل وكأنه طارع على العراق للأسف تحول المتقاعدون الى متسولين يتسولون في الشوارع هكذا هكذا يجري التعامل مع اصحاب الشيبة البيضاء والله لم يسبقكم في هذا العمل والاجراء اي حكومة على مستوى العرب والعالم لقد خذلتم المتقاعدين لقد دمرتم المتقاعدين فحجم المأساة اكبر من هذه المفردات يا رئاسة الوزراء ويا مجلس النواب لقد اثبتتم باليقين الملموس انكم ضد المتقاعدين واقول المتقاعدون السابقين الذي اسميتهم ظلما وجورا بالسابقين المتقاعدين اربع ملايين لازم الكل تطلع الداعب حقوقهم الكاملة احنا رواتبنا قليلة ثانيا المجاعة صارت بكثرة رابعا الفساد كثر الفساد كثر يعني الارام الايتام وين يرحن لعشي سوان نزدن الى الشارع تقبلون عرضكم شرفكم هذا العراق الاصيل انتم جيتم قلتوا صدام كذا وكذا زين عدو الشعب اذى الشعب دمر الشعب زين وين حقوق الناس اين حقوق الشعب اين حقوق الشعب حقوق الناس لماذا تدمير هاي المتقاعدين شنو خمسمية ليش ابو ربح ياخذ واحد وثلاثمية اطفال عمره سنتين ياخذ ثلاث ملايين واحنا صالنا اربعين سنة ثلاثين سنة حاربنا ايران كودا حاربنا ايران جاوبونه من الذي مدى يوافق من عدكم من هو قولونا فلان خاطر احنا نتوجه اليه من هو انا ناشدتكم عدة مرات قلت لكم دز علي واني مستعدة قابلكم زين انتم بالحالة ليش ما تبطون حقوقنا الارام الايتام مو تدمر شعب العراقي تدمر نحنا يومية يعني استددتك كون علينا انتو تفرجون علينا الغيرة وين الشهامة وين العربية مالتكم وين وين هذا علم الله هو اكبر وين صار الاتجاه وين تربة الوطن انتم سويتوا بنا قارثة اولادنا قاعدين على الطالب الطالب حتى ما يطهم مره متعين متعين بدفتر دفتر اين دفتر رسم ليش هذا يعني ولدنا صار عمره خمسة وثلاثين وثلاثين وواعب ثلاثين يريد يصير يتعين بدخالته بيتعامه ما يطهوية اول ما يصير يقولوا لهم تعين ليش ليش يريدون تعين منه اللي باتر عقبة ذا كبر شون يعيش اولاده وبيته شنون المتقاعدين صار الماربع سنوات يظاهرون على مو التعديل القانون قانون التقاعد اللي طالح قبل 2014 ياخد سيكيل وبعد 2014 ياخد سيكيل يريد تعديل القانون وتوحيد القانون ما يسموه قانون التقاعد الموحد هو مو موحد اصلا عمر ريد حقوقنا احنا المادة ستة وثلاثين صلاحية رئيس الوزراء ساكت عليها صار سنين شن السبب خليطلع لنا واحد من مكتب رئيس الوزراء يقول لنا شن السبب ليه ساكتين عليها الدولة ما عادة بلوس العراق ما عادة بلوس موازنة تجارية مال 3 سنوات عم نريد حقوقنا احنا ريش زيادة نريد نعيش حيش كريم ما تبقى من عمرنا نسبة الوفيات ما للمتقاعدين زادت دين المتقاعد مات من الجوع نعم 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 المتقاعدين واليوم احنا نطالب رئاسة الوزراء ونطالب رئاسة البرلمان بقال قانون التقاعد والله العلي عظيم انها لثورة المتقاعدين وثورة الجياح هم شونه البرلمان والحكومات المتعاقبة الفاسدة والظلمة ظلمة المتقاعدين بمدة عشرين سنة خمس مئة ألف دينار هاي المدارس وهاي المرضى وهاي الكهرباء والإيجار كله مشتري اليوم احنا ظهرنا على هاي الساحة اليوم 24 25 اليوم هاي المباهرة اللي نادينا وصيحنا وطلعنا على الحكومات الفاسدة ومع هدا أنصفنا مع كل الاسب هذا العراق العظيم اليوم يدمر المتقاعد اللي بين العراق وبين هذا البلد على أكتابنا بالصيف وبالحرب انطينا شوهداء وانطينا ضحاية وانطينا عزمان الملك من أبنائنا ومن ولدنا ومن نفسنا واليوم هاي الحكومات جوحت المتقاعد خلت المتقاعدة تسول بالشوارع يدائن مننا ومننا خمس مي سآل بدائن ججار المنتي كلا كلا للباطل كلا كلا للباطل نعم نعم للحقوق نعم نعم للحقوق نعم نعم للحقوق نعم نعم للحقوق نحن خرجنا اليوم في هذه التظاهرة إلى رئاسة مجلس الوزراء إلى رئاسة مجلس الوزراء نحن جئنا في هذا اليوم نحن جئنا إخوان الأعزاء في هذا اليوم نطالب بحقوقنا نحن جئنا نطالب بحقوقنا أربع سنوات عشرين سنة عقدين من الزمن ولم يحصل المتقاعد على حقه ما نريد ما يقول الشعب واحد ما نريد ما نريد ما نريد ما يقول الشعب واحد ما نريد ما نريد ما نريد ما يقول الشعب واحد ما نريد ما نريد نحن مع الأسف مع الأسف مع الأسف ونقول الله الله أكبر على كل من طغى وتدمر اليوم نحن متقاعدين كل واحد عمارنا تعدت السبعين وتعدت الستين قسم من عدنا وخدمنا البلد سواء خدمنا البلد في دوائرنا أنا كموظف أو في المجالات الأخرى لبسونا معسكري ودافعنا على البلد اليوم راتبنا خمسمية أنا قبل كم يوم رايح للمتنبي بيشتري مليون مية وخمسين ألف دينار بس قرطاسية لا قرطاسية التعليم انتهى الدوائر انتهت احنا عدنا ولد خريجين ومتميزين انا عندي واحد من الخريجين من الاوائل العشر الاوائل على الصناعات قدم على الجيش ما يقبلونه قدم على الشرطة ما يقبلونه الا واسطات وفلوس الى متى نبقى لهذا الحالة احنا ناس متقاعدين نقولهم يا برطولنا الحق الادنى برطولنا حقوقنا حقوقنا اللي انتم سنتوها اللي انتم وضعتوها في قوانينكم 14 26 و36 احنا ما جبناها وين الرواتب نتروح وين الصندوق مالنا ليش الله يرضى الصندوق قاعد ينبعطونا لغير دول احنا والايراني شنو السوداني اللي احتباع السوداني السودانة وعدنا وعدنا ثلاث كتب اصدرها السوداني بحق المتقاعدين وانشان بالبرنامان يدافع عنه شو من صار هسن رئيس وزراء ما تقدر تخاف اكو ضغط عليك مني من جهات معنية احزاب السفارة الايراني قل لنا وين الفلوس وين قاعد تروح الفلوس ليش المتقاعدين مهمشين الله هو اكبر احنا ما عندنا كل واحد حساب الدور جيبه ما عنده عشر تلاف ليش ليش وعدنا حوائل عسنا لا اولادنا قبلهم الدوار لا اولادنا قبلهم الجهات الامنية لا اولادنا كلها واحد صطعتوا يريدون فلوس احنا ما عندنا اذا همشون وراح همشون ولدنا في نفس الوقت فاحنا ريد حقوقنا اما احنا طلعنا متظاهرين ناس شياب اكبار اهنا موقع اثنين وخمسين رجلي 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 اولح بالقبر وانا اقبر لي خمسمائة الف الله يرضى وعد ودعتك عدة ثماني نفرات وثلاثة كليات زيان لا بي حيل اشتغل حتى عينهم وانا محتاج حسا اططونا حقوقنا احنا ما الله لا يطيكم ان شاء الله لكن هذه حقوقنا حقوقنا مطالبنا انتم اللي قرأتوها شريحة المتقاعدين من السقوط لحد الان من الدمر عندك التقاعد اطالع بالالفين وثلاثة عشر جوه قال ما يطيح حقوق لا حقوق ولا نهاية خدمة ولا بده اللي طالع بالالفين واربعة عشر وفوق يطيح حقوق نهاية خدمة 17 مليون ويطيه 11 مليون ويرطيقوا قطعة عشر وفوق ولا طالع دون الميون واربعة عشر كل حقوق ما لهذا يطيح مليون مليون ونص وليهذا يطيح خمسمية اربع مية يا بيت روح الطبيب ما بيت روح طبيب نعم نعم للحقوق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم خرجنا المظاهرة 19 أمام بناية مجلس الوزراء وكانت جمعنا أمام جامعة البنية وجئنا سيرا على الأقدام للمطالبة بالحقوق وتنفيذ مواد قانون التقاعد الموحد الفقرة 13 و14 والمادة 26 والمادة 28 نحن هنا صار 19 مظاهرة ولكن مع الأسف رئاسة الوزراء والبرلمان مجرد دراسات ومجرد حزم القرارات ولكن لا تنفيذ إلى متى يبقى هذا المتقاعد يطالب الحقوق يعني مرة مرة يطلع المتقاعد لازم تنفذون مطالب المتقاعد هذا الرجل الكبير المريض اللي يعاني ما يعانيه من شغف العيش من الإيجار من الأمراض من قانون التعليم من المصاريف اللي أنهكت المتقاعد لا يستطيع دفع الإيجار لا يستطيع دفع مبلغ المرض مالته يعاني الأمرين وأحنا أمام مجلس الوزراء ما خرج إنا أي مسؤول حتى يقابل هاي الشيبة البيضاء إلى متى هذا التجاهل إلى متى هذا يبقى المتظاهر الكبير السن يطلع ويخرج أما أن الأوانيه تنفذوا مطالبهم أولا نشكر قناتكم المفضلة نحن نقول للرئيس الوزراء يعني أنت تعقل هاي جواحد متقاعد عمره سبعين سنة ماشي من جامع ابن بنية للخضراء واحنا ناس كبار وصالنا أربع سنواتنا الظاهر وحزمة قراراته وحزمة قراراته وكل شي ماكو المتقاعد يأخذ أربعمائة وتسعين ألف يقطعون من السلفة ميتين يبقى له ميتين وتسعين وبربككم متقاعد يعيش ميتين وتسعين وراء عائلة وراء مولدة وراء كهرباء وأغلب الواد مجاعدة بلا أجار ليش هذا التجاهل يا حكومة ليش هالقرارات المجحفة بحق المتقاعد توعدون المتقاعد شكين وثاني وما طبقت قلتوا روحوا للبلدية وكل واحد دبع ستة آلاف للبلدية قالوا لكم قطع راضي وطرح شذب انت رئيس وزراء وكلامك مو سهل وانت تمثل للعراق هل بس بيكم واحد يقول انا ادى شوف قضية دول المتقاعدين شن الظلم هذا حل المتقاعد يعني انا خدمتي ثمانية وثلاثين سنة خدمة مدنية يعني اخذها ربع مئة وتسعين بالشهر دين هاي المنطيه وشون تكفي أبدي كلمتي أدين وفك الدين والدين الردود أنا رات بستنمت قبل أربعة أيام مية وثلاثين مية وثلاثين المنطيهن قسما بالله مية وثلاثة وثلاثين ألف زين احنا هذي هذي المظاهرة رقم 17 اللي طلعنا رئيس الوزراء شافنا ورئيس الوزراء قدم له الاستاذ مهدي تعديل القانون مسودة تعديل القانون نسخة عند مجلس الوزراء ونسخة عند النواب ونسخة في وزارة المالية وثونا لمواجهة وكتب يواجه أو تالي لحد الآن ما واجهنا أنت رئيس الوزراء أنت مسؤول أمام الله عن هذا الشعب أي مره أي طفل أي متقاعد أي شيخ أي موظف أنت مسؤول عنه أمام الله اليوم وغدا فأنت ليش ظالمنا ليش ما تطينه المادة ستة وثلاثين يمك ليش ما تنفذها بأثر رجع وتخلي هاي الناس إش قلصها الراتب المتقاعد ها سويا الصعودة هذا الدولار صار هسا أقل من الثلاثة أوراق المن يطيهن وين الروح أما تريدون جزعوننا من هذا العراق لا لا وألف لا والله ما نطلع من العراق لون موت إحنا الله ما موتنا بالدفاع عنه وكتبنا عمر فالآن ما نطلع فعليك يا رئيس الوزراء أنه أنت تطي تنفذ المادة ستة وثلاثين بأثر رجعي أو سوي تعديل القانون مسودة تعديل القانون يمك وادشها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وإلا هذا انذار من المتقاعدين المتقاعدين من الشئ ذن الصبات الي عندك حاطها راح يكون بقدها أحلى من الصبات ذنه بيوم الانتخابات وإحنا نقول كلى كلى للانتخابات كلى كلى للانتخابات كلى كلى للانتخابات كلى كلى للباطن المتقاعدين هم شو من سنة 2003 ولحد الآن طلعوا بحدود التسعة عشر مرة صيف وشتاء يجون من المحابلات الجنوبية والشمالية والوسطى يجون هناك دول رئاسة الوزراء على ان يزيدون راتبهم قسا مو يزيدون راتبهم يرفعون الحيتيات عنهم زين المطالبات من ذاك الوقت لهذا الوقت الآذان مسمرة والعيون معمية وغير مفتوحة هذا مو صحيح انا مواطن اطالبك انت جيتني قتلي اليك ديمقراطية والديمقراطية حكم الشعب واحنا كالشريحة احنا اهل الشعب مو ابناء الشعب احنا اهل الشعب احنا اجداد وآباء احنا المفروض الكلمة الاولى كافية تقتنعون من هيك ليش كل مرة نطلع جماعة الشغب تطلع صفحة الشوارع تنسد مرة احنا تعبانين وعليه نرجو من رئاسة الوزراء ان تسرع بهذا العمل وتنظر في في موضوع شريعة المتقاعدين بعين العطف والاعتبار احنا نطالب بجميع حقوق المتقاعدين واهم شيء وهو رفع التمييز عن هذه الشعب البيضاء واخراجهم من قاموس السياسي وان يكون هناك فصل بين السياسة وبين حقوق المواطنين ان لا يستغلون ولا يجعلونها يجعلوها ورقة ورقة مقابل ورقة امام قضاياهم الحزبية وقضاياهم الفئوية احنا نريد رفع التمييز والتهميش والاقصاء من هذه الشريعة المظلومة وخصوصا شريحة الاسرة والمعوقين والجرحة هؤلاء الذين لا حول ولا قوة لهم لهم حقوق وهذه الحقوق مغيبة من قبل اصحاب القرار نرجو منهم النظر لهذه لهذه الشريحة الشريحة المأساوية التي تمر بحال موت جماعي هذه المظاهرة ان شاء الله ان تكون مظاهرة حاسمة لارداد حقوقنا الحقوق المغيبة والله على الحكومة والحكومات السابقة هذا أمر مخزي جداً وهذا ان شاء الله التاريخ يسجلها يسجلها أمام الأجيال القادمة بأن هناك شيبة بيضاء تخرج للمطالبة بحقوقهم من قبل الناس لا إنسانية لهم والتاريخ ان شاء الله ما يرحم هذا التاريخ ما يرحمهم لهم سوابق ولهم أقران أقرانهم السابقين الذين أخزاهم التاريخ وما زال ينعنهم التاريخ وينعنهم الأجيال نرجو من عدهم الإدراك لهذا الموضوع والإسراع بتنفيذ جميع الحقوق جينا اليوم نحن المتقاعدون من فرسان العراق نطالب بحقوقنا بتفعيل قانون تعديل القانون للمتقاعدين وعدم التمييز بين فئات المتقاعدين والشعب ثانيا نحن رواتبنا قليلة ومغيبة من قبل السياسيين منذ عقدين من الزمن وطالبنا وهذه المظاهرة خلال هاي السنة السبعطعش ونرجو من رئيس الوزراء بتفعيل المادة ستة وثلاثين الخاصة بالتضخم بأثر رجعي من الفين واربعطعش ولحد الآن نحن أصعاب عوائل وأخذنا الموت البطيء من قبل الحكومات المتعاقبة وأنت يا رئيس الوزراء من كنت بالبرلمان داعيت بكتابك المرقم زين بزيادة رواتب المتقاعدين ومن هذه السنة شهر اثنعاش طالبت بالدراسة والآن صار هسه هذا شهر العاشر وما نعرف الدراسة كيف صارت هالي يوم من خبره الظالم هالي يوم من خبره الظالم هالي يوم من خبره الظالم هي اليوم اليوم حقيقة هاي التظاهرة هي ليست الأولى وأعتقد بوجود هذه السلطة الحاكمة وامتناع رئيس الوزراء الحالي عن توقيع ما شرعه مدنس الموارد في دوراته السابقة إلا وهو أنه تنفيذ المادة ستة وثلاثين المتعلقة بزيادة صواتب التقاعدين في حال إذا كان هناك ارتفاع في السوق المحلية اليوم اللاحظ حقيقة رغم الدراسة التي يعدت والتوصيات التي رفعت من قبل وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية إلى مكتب رئيس الوزراء في الشهر الثالث من أجل التوقيع على التوصيات المتعلقة بهذه المواد ولكن امتلع رئيس الوزراء الحالي عن توقيع تلك التوصيات وبالتالي يعتبر رئيس الوزراء الحالي هو للأسف الشديد هو يعني أقولها بصريحة العبارة هو يعمل بالضد من يعني تطلعات المتقاعدين في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة اللي واجهة كل أبناء شعبنا العراقي وبذلك شريحة المتقاعدين هذه الشريحة التي يعني الغالبية العظمى منها تصل مراتب لا يتجاوز الخمس مئة دينار وفي ظل ارتفاع السوق المحلية أعتقد هذه الإجراء يجب أن يكون هناك في عدالة وإنصاف وأن ينفذ ما وعد به عندما كان نائبا وهو مع المتقاعدين ولكن لسه شديد عندما تصدر المشهد اللحظة أنه تخلى عن تلك الوعود وبالتالي أنه أخلاقيا وقانونيا ودستوريا يجب أن ينفذ ما وعد به اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة